السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا خلاص دخلنا المعمل وبعد ما استلامنا العينة فصلناها واشتغلنا الاختبار الكيميائي المطلوب وليكون مثلا السكر احنا قلنا السكر عندنا سكر صايم وفاطر وعشوائي يبقى الاختبارات اللي هتكون موجودة عندي في الريبورت هشوف انا عملت ايه سكر فاستنج بلاد جولوكوز او راندم بلاد جولوكوز او بوست برانديل بلاد جولوكوز تمام؟ عايز اسجل النتائج خلاص انا اشتغلت وطلعت النتائج بتاعتي وزي ما قلنا افضل حاجة ان انت دايما يبقى معاك اجندة بتدون فيها نتائج الاختبارات بتاعتك اول باول عشان لو الكهرباء تقطعت لو حصل اي مشكلة يبقى انت عندك النتائج موسجلة ورقيا في الدفتر بتاعك خلصنا عايز اكتب الريبورت قلنا احنا طبعا بيبقى مسجلين على السيستم الاول الرقم بتاع العينة الكود المعملي الاسم السيكس في ميل ولا ميل العينة لو هي من عند اي طبيب معين يعني بنكتب اسم الطبيب طب فايدته ايه ان احنا لو في اي حاجة عايزين نسأل فيها ممكن نسأل الطبيب او احنا محتاجين عن اي استفسار فمهم جدا ان يكون في تواصل بين المعمل وبين الاطباء اللي موجودين حواليك او حتى مش حواليك انت تقدر تتواصل معهم بعض المرضى بيقوش فاهمين قوي فبيديك اسم الطبيب او التليفون بتاعه بيقولك بعد ما تخلص النتيجة ابعتها لو طيب كمان تاريخ السحب العينة وتاريخ استخراج النتيجة في بعض العينات ما بيكونش النتاج بتاعتها هتطلع في نفس اليوم ممكن تطلع بعدها بيومين ممكن العينات الباسولوجي ممكن تطلع 10-15 يوم المزارح هتطلع 5-4 ايام فمش كل العينات بتطلع في نفس اليوم نتاج الكيمياء طبعا بتطلع في نفس اليوم هي والنتاج بتاعت الهيمتولوجي تمام كده طيب خلاص انا سجلت كل البيانات دي مظبوطة حبدأ اسجل النتيجة قلنا نتيجة هتبقى مدونة عندنا في الدفتر بتاعنا بنجيب النتيجة هيكون عندي التست التست ايه هو هو ده اللي هو هيبقى فاستنج بلات جولوكوز اللي هو السكر الصايم راندم بلات جولوكوز العشوائي او البوست برانديل اللي هو بعد الاكل بساعتين هنعمل نتاج عشوائية كده مثلا فاستنج بلات جولوكوز هنقول طلع 100 طلع 100 هيجي عندي اليونت اليونت دي ايه كل اختبار ليونت معينة فاليونت بتاعت السكر ميلي جرام بير بي سي ليتر يبقى بكتب اليونت بتاعتي الريفرنس قد ايه بشوف دايما الشركة في كل التحاليل لازم ارجع للريفرنس بتاع الشركة نفسه بيبقى مكتوب في البنفلت فاحنا عندنا السكر سابعين السكر الصايم سابعين لمية وعشر ميلي جرام بير دي سي ليتر يبقى النتيجة هنا عشان نقراها بنقول الفاستنج بلات جولوكوز اللي هو السكر الصايم السكر الصايم طلع 100 ميت ميلي جرام بير دي سي ليتر اللي هي دي اليونت بعد كده ناخد مثال التاني راندم بلات جولوكوز قلنا الراندم بلات جولوكوز ده في اي وقت من اليوم مثلا هللاقيه ممكن يبقى اكتر من مية يعني هو النعمة البتاعه من سبعين لمية واربعين سبعين لمية واربعين فممكن نلاقيه في اي جزء من ده له هو طبيعي فمثلا ممكن يبقى مية وثلاثين ميلي جرام بير دي سي ليتر بوست برانديل بعد الاكل ابسعتين ممكن يبقى لو الحالة نورمال مثلا هنلاقيه مثلا مية خمسة وثلاثين ممكن يبقى قل من كده ميلي جرام بير دي سي ليتر وده بعد الاكل ابسعتين النورمال بتاعه من سبعين الى مية واربعين ميلي جرام بير دي سي ليتر يبقى تاني مهم وانا بسجل النتيجة اسم الاختبار هو التست نيم ابقى مركز فيه كويس جدا بشوف الريزولت وادقق في النتيجة ورجحها مرة واثنين بشوف اليونت تمام وبعدين الرفرنس رينج لازم اكتبه ماينفعش اطلع نتيجة من غير الرفرنس رينج عشان الدكتور اللي بيقرأ النتيجة بقى يعرف لان في شركات مختلفة وفي ريفرنس رينج في بعض التحليل ممكن يبقى مختلفة يبقى ده ازاي بنسجل النتيجة زي ما قلنا النيم اللي هو اسم المريض وبعدين قبل النيم ممكن يبقى عندي البيشنت نمبر اللي هو رقم العيان عندنا البيشنت كود اللاب كود اللي هو الكود المعملي تمام وبعدين النيم ممكن السكس بعدين العيين جاية من عند مين ريفرد باي من عند دكتور مين او من عند معمل مين التاريخ اللي دخلت بيه عشان ديت تمام وبعدين التاريخ اللي أنا طلعت بيه النتيجة اللي هو الريبورت ديت ده البيانات اللي مهم جداً تبقى موجودة وطبعاً l-h سن المريض أنا عرفت المريض ميل ولا في ميل l-h مهم جداً عشان في عندنا تحليل بتختلف الكميات بتاعتها أو نسبها في الاطفال عن الكبار وفي الفيميل عن النيل لازم يبقى عندي السكس موجود عند ال اتش موجود